النحلة والفراشة مرحبا الأعزاء الصغار اليوم نختتم دروس الصف الأول من التعليم الابتدائي بالغوص داخل مجموعة من القصص الممتعة ونبدأ اليوم مع النحلة والفراشة لنرى ما دار بينهما خرجت فراشة في يوم صحو تلعب بين الزهور حطت على نبتة بها شوك كثير حاد فانغرس في جسمها شوكة أوجعتها كثيرا وبقيت تتألم وتشتكي جرحها فجأة مرت بالفراشة نحلة فسلمت عليها ولما رأتها جريحة حطت بالقرب منها وضمدت جرحها وسقطها قليلا من العسل فبرؤت وعندها شكرت الفراشة النحلة على صنيعها وطارت فرحة تجول بين الزهور وتزين الطبيعة بجمالها وخفتها وذهبت النحلة تصنع العسل شفاءا للناس ترجمة نانسي قنقر